طلاب العلم في كل مكان طلاب الصف الخامس الابتدائي مشاهدين الكرامة السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات مادة العلوم للصف الخامس الابتدائي حلقتنا النهاردة هنشوف فيها مع بعض حل أسئلة التقييم الأسبوعي الرابع وعايزين قبل ما نبدأ نوقف سوان بسيطة ونضغط على رمزة عجباً اللي موجود أسفل الفيديو علشان الفيديو يوصل لكل زملائنا وكلهم يستفيدوا تعالي دلوقتي نبدأ مع أول نموذج من نمازل التقييم الأسبوعي الرابع ونحل أسئلته مع بعض بالتفصيل السؤال الأول عندنا بيقولي أكمل ما يأتي الحيوان الذي يتغذى على حيوان آخر يسمى نقط أي حيوان بيعيش في الغابة وبيتغذى على حيوان تاني علشان يحصل منه على الغزاء والطاقة اللازمة لحياته الحيوان ده بنسميه حيوان مفترس أما السؤال التاني بيقولي أكتب ما تدل عليه العبارة التالية نظام يتكون من الكائنات الحية والعناصر غير الحية عايزين نفهم العبارة يعني مكان مجتمع فيه كائنات حية زي الإنسان وزي النبات وزي الحيوان وفيه بعض العناصر غير الحية زي ضوء الشمس وزي التربة اللي بنزرع فيها النظام ده بنسميه النظام البيئي أما السؤال التالت بيقولي أذكر مثالا واحدا لكائن محلل عايزين واحد من الأمثلة للكائنات المحللة الكائنات المحللة يعني الكائنات اللي بتتغذى على بقايا الكائنات الحية الميتة وبتحولها لعناصر بسيطة بتستفيد منها التربة هنقوله المثال على كده هو الباتريا أما السؤال الرابع عندنا بيقولي علل يحتاج النبات إلى أشعة الشمس ليه أي نبات من الضروري وجوده تحت ضوء الشمس أو أشعة الشمس هنقوله الإجابة لأن النبات بيحتاج ضوء الشمس علشان يعمل عملية البناء الضوئي وعملية البناء الضوئي من خلالها النبات بيقدر يصنع غذاءه بنفسه وبعد كده بيقدر ينمو ويستمر على قيد الحياة يبقى لإجابة دي هنساقها مع بعض وهنقول ليقوم بعملية البناء الضوئي ويصنع غذاءه بنفسه من خلالها أما السؤال الخامس بيقولي كون سلسلة غذائية من الكائنات الآتية وعايزة ديك فكرة بسيطة إن أي سلسلة غذائية بتبدأ بالكائنات البسيطة وبعدين بتنتهي بالكائنات المعقدة طيب هردت بالسلسلة الغذائية إزاي؟ في الأول هيكون عندنا الكائنات المنتجة وبعدين الكائنات المستهلكة وآخر شيء في السلسلة هيكون الكائنات المحللة لو كان عندنا مثال على الكائنات المحللة فعند الكائنات اللي موجودة قدامي أرنب عشب سقر أفعة أول شيء في ترتيب السلسلة الكائنات المنتجة اللي هي النباتات يبقى هنبدأ بالعشب وبعدين اللي بيتغذى على العشب هو الأرنب ومين اللي بيفترس الأرنب هنقوله هو الأفعة ومين اللي بيفترس الأفعة هو السقر يبقى ترتيب السلسلة الغذائية هيكون كالتالي العشب وبعدين الأرنب وبعدين الأفعة وأخيرا هيكون السق ودلوقتي تعال نشوف مع بعض النموذج التاني للتقييم الأسبوعي الرابع في مادة العلوم لطلاب الصف الخامس الابتدائي أول سؤال عندنا بيقول لي أكمل ما يأتي تنتقل الطاقة من الكائنات نقط إلى الكائنات المستهلكة طبعا الكائنات عندي بتقسم إلى ثلاث أنواع الكائنات اللي بتصنع غزائها بنفسها باسمها كائنات منتجة والكائنات التانية اللي بتتغذى عليها اسمها كائنات مستهلكة وآخر كائنات عندنا اسمها الكائنات المحللة الطاقة بتنتقل من الكائنات المنتجة اللي هي الغزاء إلى الكائنات المستهلكة اللي هي زي الإنسان وزي الحيوانات يبقى في النوقت هنقول لي أن الطاقة بتنتقل من الكائنات المنتجة إلى الكائنات المستهلكة أما السؤال التاني بيقول لي أكتب ما تدل عليه العبارة التالية المصدر الرئيسي للطاقة على سطح الأرض طبعا الطاقة احنا عارفين ان لها صور كتيرة جدا مبودة في حياتنا اليومية ولكن فيه مصدر واحد ورئيسي لكل صور الطاقة اللي مبودة على سطح الأرض هنقول له هو الشمس السؤال الثالث عندنا بيقول له أذكر مثالا واحدا لكائن مستهلك عايزين مثال للكائنات اللي تتغذى على الكائنات المنتجة هنقول له زي الإنسان مثلا أو زي الحيوانات كل دي بيقول عليها كائنات مستهلكة يعني ايه مستهلكة؟ يعني لا تستطيع تكوين غزائها بنفسها وإنما بتتغذى على كائن آخر وهو الكائن المنتج السؤال الرقم 4 بيقول له علل تعتبر الشبكة الغزائية نظاما لنقل الطاقة يعني ايه شبكة غزائية؟ احنا عندنا الطاقة بتنتقل في السلسلة الغزائية من الكائنات المنتجة للكائنات المستهلكة وبعدد الكائنات المحللة لو عندي أكثر من سلسلة غزائية متدخلين مع بعض يبقى دول بسميهم شبكة غزائية يبقى الشبكة الغزائية تعريفها هي مجموعة سلاسل غزائية متداخلة ومترابطة معا السؤال اللي عندنا بيقول من الشبكة الغزائية دي تعتبر نظام ويبقى يتم نقل الطاقة داخله هنقوله الإجابة لأنه يتم انتقال الطاقة خلالها من سلسلة غزائية إلى أخرى ويكون هناك تداخل بين السلاسل وبعضها أما السؤال الخامس بيقول لي إعمال لسلسلة غزائية من الكائنات الآتية والكائنات دي هي حشرة وقفعة وعشب وضفضع وسق طبعا ترتيب السلسلة الغزائية هنبدأ بأول شيء وهو الكائنات المنتجة اللي هي العشب العشب بتتغذى عليه الحشرات وبعدين الحشرة بيتغذى عليها الضفضع والضفضع بيتغذى عليها الأفعة والأفعة بيتغذى عليها السقر يبقى ترتيب السلسلة هيكون كالتالي هنبدأ بالعشب وبعدين الحشرة وبعد كده الضفضع وبعدين الأفعة وفي آخر حاجة اللي هو السقر تعالي دلوقتي نحل النموذج التالي لإتقي من الأسبوع الرابع في مادة العلوم لطلاب خمسة ابتدائي أول سؤال عندنا بيقول لي أكمل الحيوان الذي يتغذى على حيوان آخر يسمى نوت أي حيوان بيأكل أو بيتغذى على حيوان تاني بنقول إنه حيوان مفترس السؤال التاني بيقول لي أكتب ما تدل عليه الأبارة التالية مجموعة من السلاسل المختلفة عندي أكتر من سلسلة غذائية مختلفين عن بعض ولكن ما بينهم تداخل مرتبطين مع بعض هنقول له العبارة دي بتدل على الشبكة الغذائية السؤال التالت بيقول لي أذكر مثال واحد لكائن منتج يعني إيه كائن منتج؟ يعني كائن بيقدر يصنع غذائه بنفسه زي مين؟ زي النباتات جميعا يبقى المثال هنقول له زي نبات القمح مثلا أو الزرة أو أي اسم نبات إحنا نسكروا إجابتنا هتبقى صحيحة أما السؤال الرابع بيقول لي عالد للكائنات المحللة دور مهم في إعادة الطاقة إلى النظام البيئي زي ما إحنا عارفين إن الطاقة بتنتقل من الكائنات المنتجة اللي هي النباتات بيتناولها الحيوان بعد كده اللي بيتغز على النبات وبعد الحيوان ما بيموت إزاي العناصر الغذائية أو الطاقة اللي هو أخدها من النبات بترجع للطبيعة مرة تانية عن طريق إن جسم الكائن الحي أو الحيوان ده بيتحلل مين اللي بيعمل على تحلل جسمه هو الكائنات المحللة يبقى بالتالي الكائنات المحللة دي تطورها جبير جداً في النظام البيئي لأنها بتعمل على تحليل أو تحلل جسم الكائنات الميتة وبتحولها لعناصر بسيطة والعناصر دي بتكون مهمة للتربة علشان خاطر ترجع لها العناصر وتنمو فيها النباتات مرة أخرى يبقى إجابتنا هنكتبها منسقة مع بعض وهنقول لأن الكائنات البحللة تتغذى على بقايا الكائنات الميتة وتحولها إلى عناصر بسيطة مفيدة للتربة أما آخر سؤال عندنا بيقول لي كون سلسلة غذائية من الكائنات الأتية أرنب وجزر وسعبان وبكتيريا وسق طبعاً أي سلسلة غذائية علشان نرتبها صح بنبدأ بالكائنات المنتجة اللي هي النباتات وعدين الكائنات المستهلكة وآخر شيء في السلسلة بيكون الكائنات المحللة عندنا هنبدأ دلوقتي بالكائنات المنتجة اللي بتصنع غذائها بنفسها يبقى الجزر أول شيء وبعدين اللي بيتغذى على الجزر هو الأرنب واللي بيفترس الأرنب هو السعبان واللي بيتغذى على السعبان وبيفترسه هو السقر وبعد ما يموت السقر بيتحلل بواسطة البكتيريا وبيرجع للنظام البيئي مرة تانية يبقى ترتيب السلسلة هنقوله مع بعض جزر وبعدين أرنب وبعدين سعبان وبعدين سقر وآخر شيء هيكون عندنا البكتيريا وبكده أصدقائنا العزيين يكون شوفنا مع بعض التقييم الأسبوعي الرابع في مادة العلوم لطلاب الصف الخامس الابتدائي وحلينا الثلاث نمازج بالتفصيل بنسعد بتفعلكم معانا من خلال ضغطكم على رمز العجاب اللي موجود أسفل الفيديو علشان ده بيوصل الفيديو لكل زملان علشان يستفيدوا كما تقدروا تشاركوا الفيديو معاهم مباشرة لو انتوا استخدمتوا رمز المشاركة أما لو أي حد أول مرة يشوفنا وحابب إنه هو يشاهد حلول التقييمات الأسبوعية الجاية وينضم لأسرتنا بكل سعادة بنفخر وينسعد بانطمامه لنا من خلال ضغطه على كلمة اشتراك أو سبسكرايب اللي هيلاقيها موجودة أسفل الفيديو على أمل اللقاء بكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة وحتى ذلك الموعد تقبلوا أطيب تحياتي وأصدقوا نياتي لكم جميعا بالنجاح والتفوق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة